للحديث أكثر عن فيسبوك وتطوراته خلال العشرين عام الماضية بينضم إلينا دكتور أحمد بنافع أستاذ الهندسة وأمن الشبكات في جامعة سان خوسي الحكومية بكاليفورنيا يعني في البداية صباح الخير وأهلا بحضرتك معنا أهلا بك أهلا بك إذن يعني عشرين عام مرت على تأسيس فيسبوك إيه تأثير اللي شكلوا هذا الموقع في العالم وتحديدا في مجال مواقع التواصل الاجتماعي من وجهة نظر حضرتك حديكي فكرة بسيطة عن بعض الأرقام اللي بيمثلها فيسبوك فيسبوك تقريبا يعني حوالي عشرين من المكان اللي أكلمكم منه يعني كثير من الطلبة تبعي في الجامعة بيشتغلوا في الشركة هذه بس حتى يعني نفهم حجم الموقع هذا هو ثالث موقع في العالم من حيث الزيارات بعد جوجل ويوتيوب عدد الزوار شهريا ثلاثة مليار زائر ويبيزورة الدخل في 2023 مليار دولار مئتين مليون شركة ومؤسسة تستخدم فيسبوك فحنا نتكلم على يعني منصة عملاقة لها تأثير مش بس على الناحية الاجتماعية الناحية الاجتماعية والسياسية والبيئة على أشياء كثيرة وشفنا تأثيرها بالسنوات اللي فاتت ودخول للذكاء الاصطناعي أيضا يعني في هذا المجال يعني هل يحتفظ فيسبوك من وجهة نظرك يعني الذي أصبح جزءا من كيان أكبر وهو مات بالصدار لسنوات قادمة أم أن التغيير قد يترأ ويصبح في يوم ما فيسبوك من الماضي مارز أكربيرغ رجل أعمال ذاكي وهو يعلم هو له ثلاث طرق للتعامل وتغيير في السوق أولا إذا في شركة جديدة أو تجاه جديد يعني بيشتري الشركة هذه يا إما أنه بيحاول أنه يتعاون معها أو بيحاول أنه يقلدها مثل ما حصل في ريلز على إنستجرام تقليد لسناب شات وهذه طريقة في التعامل معها فمثلا هو اشترى واتس أب ب19 مليار واشترى بعدها الإنستجرام بمليار وآخر مشترواته كانت للآكلس التي تبعت الواقع الافتراضي الآن الذكاء الاصطناعي هو تركيزه على الذكاء الاصطناعي والأسبوع اللي فات لما أعلن نتاج الشركة كان واضح جدا في اتجاه فيسبوك 30 مليار دولار سيتم صرفها على الذكاء الاصطناعي من تحسين خدمات فيسبوك وهذا مبلغ مش بسيط عشان يتنافس مع مايكروسافت ومع جوجل ومع الشركات الثانية إذن ما هو تقييمك لما قم به مارك زوكربيرك من هذا التطوير الذي تحدث عنه على موقع فيسبوك خلال السنوات العشرين الماضية هل سيسعى للسيطرة على مواقع وطبيقات أخرى مثل ما فعل مع واتساب وانستجرام من وجهة نظرك مع هذا التطوير الذي نتحدث عنه مثال بسيط والنقطة التي ذكرتها أختي الكريمة يعني نقطة متازة جدا هو الآن يتنافس مع ألين ماسك في بثريدز يعني هو منافس لمنصة إكس فهو ما يترك أي مجال هو من ناحيةه أنه هدفه الأساسي على أنه فيسبوك يدخل في حياتنا في كل شيء يعني الآن الفكرة اللي بيحاول ينفذها واللي توقفت لفترة بسيطة يعني الميتافيرس الميتافيرس محتاج النظارة اللي هي تبع تلواقع الافتراضي وهي فشلت نوعا ما لأنها غالية بس الآن نحن شفنا أبل اللي عندهم اللي هو فيجين برو فتحت المجال على الناس أصبحت تتقبل الشيء هذا فالتجاهه في المستقبل هو الميتافيرس الميتافيرس أنك تعيش في عالم ثاني وعملك وشغلك وكل يكون في عالم ثاني فهذا هو التجاهل إذن هل تتوقع أن موقع فيسبوك مستقبلا سيكون بشكل الميتافيرس هذا ما تحاول أن تقوله صحيح نعم سيكون حياة في ثلاثة أبعاد وهو لم يتوقف يعني كان يصرف حوالي عشر مليار دولار كل سنة تطويره من ناحية مثلا البرامج تبعته أو من ناحية التطبيقات تبعته فالآن أضافنا إليه الذكاء الاصطناع ذكاء الاصطناع سيعمل ثورة في منتجات فيسبوك فثلاثين مليار دولار سيصرفها كل سنة على أساس أنه يطور كل المنتجات لأنه 97% من دخل فيسبوك جاي من الإعلانات فهو الآن بقول الإعلانات ستتحسن سيكون فيها تركيز سيكون في عمل رقابة على المحتويات سيكون فيها تحسين لخدمة الزبائن في نفس الوقت سيضيفها للميتافيرس على أساس الناس تستخدموا بطريقة ذكية مش مجرد أنه فقط ثلاثة أبعاد أو لعبة نعم ولكن مع كل هذه التكاليف ومع كل هذا التطور هناك ثغرات يقع فيها مارك زوكربيرك كيف يتفادى هذه الثغرات في الأعوام القادمة أكبر ثغرات مثل ما تفضلت يا أخت الكريمة هو الخصوصية والمعلومات المضللة التي تنشر على المنصات إلى ضعفة أنه لا يوجد حماية للأطفال أو للقاصرين فالأسبوع اللي فات كانت في جلسة في الكونغرس واعتذر للأباء والأمهات الذين تضرروا أبنائهم وبناتهم من الموقع على أنه أنا أعدكم على أنه سيكون في نوع من التحكم فيها ونوع من الضوابط للشيء هذه فهذا ثمن التطور هذا لأنه تكنولوجيا سلاح ذو حدين يعني كل واحد يستخدمه في الخير ويستخدمه في الشر إذن ما هي نصيحتك لكل من يستخدم هذه المواقع مثل موقع فيسبوك والأطفال تحديدا لازم يكون رقابة على استخدام المواقع للتواصل الاجتماعي لازم يكون عليه نوع من الرقابة لأن الأطفال لا يستخدموا فيسبوك يستخدموا سناب شات ويستخدموا تيك تاك لأن الفيديو هو الأساس في التعامل في كثير من الأشياء هذا المواقع برضو لازم يكون عليها نوع من الحماية لأنه ليس كل شيء الطفل أو القاصر يمكن يراقبه والمسؤولية تقع على الطرفين تقع على الشركات وتقع على المستخدم نفسه والحكومات بشكل عام لها دور الضوابط إذا حصل اختراق أو حصل عملية تجاوز من موضوع هذا صحيح إذن أشكرك شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور أحمد بنافع أستاذ الهندسة وأمد الشبكات في جامعة سانخوسي الحكومية كنت معنا من كاليفونيا شكرا لك مرة أخرى